إذن مشاهدين الخديث أكثر عن تفاصيل هذا الموضوع ينضم إلينا مرة أخرى السياسي المستقل سيد مهند الراوي مساء الخير ومرحبا بك معنا أبدأ معك من المؤتمر الصحفي للمقال رئيس البرلمان السابق تحدث عن الشركة بي جي آر جروب قال أنه هي شركة أمريكية وهناك جهات سياسية عراقية أيضا مرتبطة بأمريكا هناك من يقول أنه حاول خلط الأوراق أسألك هل هذا يبرع السيد الحلبوسي بأن يتعامل مع هذه الشركة ويرسل الأموال إليها نعم بسم الله الرحمن الرحيم تحية لكم ولمشاهدي قناة دجلة الفضائية سيدة الكريمة أنا اطلعت على بيان السيد الحلبوسي السيد الحلبوسي أنا أسميت مؤتمره الصحفي هو مؤتمر مؤتمر الوداع هذه بداية من الناحية السياسية أن السيد الحلبوسي ارتكب بعض الأخطاء داخل هذا المؤتمر في قضية تهجمه على بعض الأشخاص وهذه في حال يقومون عليه دعوة التشهير خلينا هسا نتكلم عن ما جاء في مضمون مؤتمر السيد الحلبوسي السيد الحلبوسي اعترف بعظمة لسانه أنه وقع مع بي جي آر عقد وهذه بحد ذاته وحول مبالغ ستمائة ألف دولار من خلال الوثيقة لعرضات قناتكم الكريمة محول ستمائة ألف دولار للشركة طيب بدون علم دائرة الأحزاب طيب ليش تحولها بدون علم دائرة الأحزاب هذه نقطة سيحاتب عليها القانون سيدة الكريمة أنا اطلعت على بعض الأوراق التي موجودة بالتحقيق سيد التحقيق هذه قضية فيها ارتكاب أخطاء يحاول تشتيت مؤتمره الصحفي يحاول تشتيت الأضواء هو دا يتكلم عن عدة نقاط تكلم عن نقطة وحدة من أسبابها أنه هو أكو بعض الجهات الحكومية تعاقدت يا سيد الكريم طيب انت ما عندك مستشارين قانونيين مستشارين إعلاميين طيب يا أخي هاي جهات حكومية يسمح لها بالتعاقد انت تعاقدت بصفتك الحزبية وليست بصفتك رئيس مجلس النواب سابق هاي وحدة اثنين قانون الدولة العراقية قانون العراق النافذ 111 لسنة 1969 لا يزال يجرم من يتصل بشركات ولوبيات أجنبية يحاسب عليها القانون طيب يا أخي انت جا تعترف بعظمة لسانك أنك قمت بالتعاقد مع جهات أمريكية أو جهات لا نعرف خلفية هاي الشركة العقد اطلعت على عقد بي جي آر كان واضح بيها إشارات ادخلت على موقع الشركة موجود بالجوغل تدخلون فيها هاي الشركة كانت جهة جزء كبير هي من قامت بعملية التطبيع بين مملكة البحرين وبين الكيان الصهيوني هاي طيب يعني مدى أفهم سيد الحلبوس شلون تفوسوا هاي الطريقة نعم سيد مهانا دعني أرحب بك معنا مرة أخرى يعني اليوم الحديث بأن بي جي آر هي شركة أمريكية ليست إسرائيلية اليوم ألا يعلم رئيس البرلمان المخلوع محمد الحلبوسي بأن يهود باراك هو من يشغل كبير المستشارين فيها هل من المعقول بأن الحلبوسي لا يعلم يا سيد الكريم هو أكو واحد خلينا يتكلم بالعامية أكو واحد يروح أكو واحد يروح للي يتعاقد مع شركة ما يعرف خلفية الشركة أنت رايходит تتعاقد مع الشركة راح تنطيها الفلوس تمام له لا انت دع تتعاقد مع شركة لترويج إعلامي طيب انت دع تقول شركة أمريكية ترويج لك إعلاميا شتسوي بها بأمريكيا يعني السيات تتعاقد مع شركة إعلامية إعلامية عفوا في العراق بعض الشركات المحطات الفضائية طيب هاي حابي من حقك والقانون العراقي يسمح لك طيب أنت جاي ترويج بشركة أمريكية شتسوي لك هاي الشركة ويتحجج السيد الحلبوسي أن هذه الشركة تروج الإعلامية طيب شو تروج بأمريكا شو تسوي لك ما أعرف أنا السيد الحلبوسي الرجل بدأ يتخبط بشكل كبير تصريحاته غير منضبطة أنا كتبت تغريدة على تويتر قبل مخلص مؤتمر الصحفي تمخض الجبل فلم يولد حتى فأرا كان مؤتمر يعني بشيء يعني معيب يعني أنا دا أتعجب مع احترامي لشخصه ما أعرف شنو المشتشاريك شنو قالوا لك اطلع بهاي الطريقة بديت تتهجم على خصومك بديت تتهم حتى شركاءه أعطى وثائق حتى شركاءه السياسيين وشركاءه من العملية السياسية وشركاءه من الانتخابات مع شركات بس مو مع جي بي آر مع شركات إعلانياني شمدرينياني هاي الشركات شنو الخنفيته بس شركة بي جي آر هي من وثقت العلاقة هي من طبعت العلاقة مع مملكة البحرين والكيان الصهيوني ومع جمهورية أذريبيجان والكيان الصهيوني يا سيدي هذه اندل على شيء فإنما يدل على أن السيد الحلبوسي بدأ يعني من تقرأ خطابه كان فيه خلط للأوراق ويتهجم على خصومه والشركاء السياسيين نعم سيد مهند يعني هناك قوانين واضحة المادة 25 أولا من قانون الأحزاب التي تحضر تعامل أي حزب عراقي مرخص مع أي جهة خارج العراق وأيضا المادة 41 تمنع أي حزب عراقي من إرسال الأموال إذن هناك قوانين واضحة لكن أنت تسألت السؤال جيد أنه شنو فائدة أو ما هي الفائدة المتوخى لحزب تقدم أو رئيس حزب تقدم من أن يتعامل مع هذه الشركة أليس من المفترض أنه يحسن صورته أو يروج داخل العراق هذه الأموال 600 ألف دولار سنويا أليس من المفترض أن تصرف على أبناء الشعب العراقي هناك مناطق منكوبة نعم سيدة الكريمة هو هذا السيد الحلبوسي أراد أن يخلق الأوراق بي جي آر شركة أغلب مستشاريها هم يعني موجودة صورهم وعناوينهم من ضمنهم السيد إيهود باراك موجودة في مراقع ما مخفيها يعني شركة بي جي آر ما مخفية العناوينها سيدتي الكريمة القانون العراقي لسنة 1111 لسنة النافذ القانون النافذ لسنة 1969 حرم وجرم من يتعامل المعلوميات وشركات خارج نطاق الدولة السيد الحلبوسي وحزبه ما جاء يفهمون يبدو أنه ما جاء يفهمون سيد الكريم هذه جريمة يعاقب عليها القانون قد تصل عقوبتها إلى الإعدام قد يخلط يقول أكو وزارات وأكو أكو هيئات سيد الكريم هذه الهيئات والوزارات تتعاقد بصفتها الحكومية وليس بصفتها الشخصية أو الحزبية أنت تعاقدت مع شركة بي جي آر بصفتك بصفتك الحزبية وليس بصفتك الحكومية وهي وهاي بحد ذات مخالفة قانونية يحاسب عليها القانون هذه الأخ ما جاء أعرف إيش داي سوي وبالحديث إذا تنطيني شوية حتى أتكلم عن مداخلة إله قال أنا أحترم القضاء يا سيد الكريم أي قضاء اللي تحترم يا أستاذنا أستاذ محمد أي قضاء أنت موجبت القاضي رئيس هيئة النزاهة وطلع عليك ثاني يوم وقدمت له كانت في كل وسائل الإعلان ظهرت أنك هاجمت الرجل وتعاملت بطريقة عندما كنت رئيس مجلس نواب كنت تتصور أنك فوق القانون وفوق القضاء وهذه بحد ذاته أنت لم تحترم لم تحترم القضاء وبعدين تعرج ولا أستريم أنا سأتكلم عن الاستقرار أي استقرار التي تتكلم عنه أستاذ محمد أنت بال2018 بال2018 أي استقرار لا لا يزاح ما شفناك بعمليات التحرير ولا إلك موقف مع احترام شخصك ما شفناك في عمليات التحرير وكنت عضو مجلس نواب ما شفناك بعمليات التحرير أي تحرير الفضل إلى الإلمان أنت جيت على المحافظة مستقرة أمنياً مستقرة سياسياً وبدأت تتهجم على شركائك وخصومك ما أعرف أنت وين استاد وين تتصل يعني هاي الطريقة الهجومية بداية تتشتم بالناس بداية تطعن بالناس هاي بحد ذات ستقام عليك دعاوي أستاذ مهند أعذرهم على المقاطعة نعم وشهرت بيهم طيب هاي الكتاب اللي صدر نعم اسمع لي اسمعي القاطعك قليلاً أستاذ مهند يعني أذهب معك إلى موضوع لجنة دائرة الأحزاب نعم إذا كنت تسمعني أذهب معك إلى موضوع لجنة دائرة الأحزاب التحقيقية والتي شكلت الحريف عن قضية بي جي آر ركزت على أمور إدارية في هذه القضية تغافلت عن دور إيهود باراك في الشركة لماذا لم تتطرق اللجنة لدعم بي جي آر إلى إسرائيل طبعا يعني هي هاي دائرة الأحزاب هي دائرة سياسية سيد الكريم دائرة الأحزاب هي دائرة سياسية لكن التحقيق من يتعمق بقضية التحقيق هي المحاكم المختصة يعني المحاكم هي من تتدخل فيه بطبيعة أصم التحقيق من وين شنو شنو حولت الفلوس ومعترف الرجل دايقول آني وقعت العاقد يعني هو الرجل دايقول آني اللي وقعت العاقد ما هناك وهاي بحد ذاته يا أستاذنا بحد ذاته هي مخالفة أنت وقعت عقد وتقول هاي العاقد وقعته بصفته الحزبية طيب ما هناك مشكلة طيب ليش ما علمت دائرة الأحزاب بتحويل مبلغ ستمائة ألف دولار لهاي الشركة طيب شنو حولتها من وين لك هاي ليش ما تعلم دائرة الأحزاب عن الستمائة ألف دولار هاي اللي حولتها هاي سيد الكريم الرجل ما أعرف يعني مستشاريه هو معرف ما جاي يقدر يركز يعني هو يومي يطالع بمؤترار ويكون واحد أسوأ من الأخوة واحد يعني داي تهجم وأني في أكثر من قناة قدمت لهم النصائح أنتم تخطأون بحق القضاء تسيئون للقضاء بطريقة ديناميكية تقول أن القضاء قراراته مسيسة لا سامح الله في أكثر من مكان أشرنا لكم يا أخوان هذا الطعم بالقضاء سيحاسب عليه القانون سيحاسبكم عليه ما أعرف يعني وين يريد يوصل نعم وضحت الفكرة السياسية المستقلة الأستاذ مهند الراوي شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل والإضاحات